أعتقد عندنا تعليق آخر من ياسر أحيانا أخطط الأهداف لكن تكون صعبة التحقيق بسبب ظروف غير متوقعة كيف أقدر أعمل تخطيط سليم حتى لو كانت الظروف صعبة مو ظابطة أوكي مهي ظابطة أرجعنا ونرجع رح أكرر أول شيء بدأ يتأكد أنه الشيء اللي هو عم يحط هدف عليه هو شيء بيعنيله لأنه إذا كان هناك المشيئة فبإذن الله تتحقق بس إذا ما في كتير إرادة للموضوع لأنه الموضوع ما كتير بيعنيله رح يلاقي رح يستصعبه كتير فأول شيء يتأكد هل هالشيء بالنسبة له ثاني شيء يحط أهداف واقعية كمان إحنا بنجي يعني منكون نايمين طول السنة ونحط هدف أنه أنا بشهر واحد بدي أخسر لثلاثين كيلو ما صرنا سنة لجمعنا هون بدنا سنة لنخسرهم فالناس تمد أهدافه شوي أنا محب موضوع حتى الأهداف اللي تمد لشهر أو شهرين أقل شيء سنة ويفضل ثلاثة سنين الناس مستعجلة دائما هو أن نحط أهدافك للسنة مو أهدافك بالحياة أنا هاي مش معاه لازم تخطط بشكل كبير أول شيء لازم تحط أهدافك للحياة للحياة بعدين كيف تنفذها بالسنة القادمة السنة شو مقلوب تمام كيف تصير أقرب لهذا الأهداف تمام فأنا بقول مخطط لكبير بحياتي أن يكون صحي خلال ثلاثة سنين بدي أوصل هيك برجع بعمل خلال أول سنة برجع بعمل خلال أول شهر ثاني شهر ثالث